رجال مال تساقطت أسماؤهم كأوراق شجر عصفت بها الرياح من كانوا بالأمس وجهة المال في الجزائر أصبحوا اليوم متهمين وسجناء علي حداد الذي كان في الماضي القريب الرجل الأول في أكبر تجمع للمؤسسات الاقتصادية في الوطن تحول بين ليلة وضحاها إلى متهم ومسجون كما أن مقصلة العدالة عبدت الطريق نحو سجن الحراش لكثير من رجال الأعمال كونها فعيلة من أثر أثرياء البلاد لم يسمع عنها الجزائريون إلا عند المحاكمة أو من وراء القطبان بتهمة الفساد والصفقة المشبوهة أما أول أغنياء الجزائري سعد البراب فكان ثالثا من تطأ قدماه الحبس من أصحاب المال بتهم التصريح الكاذب بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم الفواتير تهم الفساد التي لاحقت أغنياء الجزائري سحبت في طريقها محيد دين تحكوت وأفرادا من عائلته بقائمة تهم يتصدرها تبيض الأموال والاستفادة من الامتيازات بطرق غير مشروعة ولم يكن الوحيد من أصحاب شركات تركيب السيارات بل لحقه مراد علمي مالك علامة السوفاك الذي جره الفساد هو الآخر نحو السجن هم مجموعة من رجال الأعمال ستكون استثماراتهم رهن التحقيقات أما العمال والموظفون في شركاتهم فتبقى قلوبهم معلقة بما سينطق به القضاء خوفا على مناصبهم بعد أن كان الكثير من الجزائريين يقولون يا ليت لنا مثل ما أتي أصحاب المال أصبح الذين تمنوا مكانهم بالأمس يقولون ويكأنه لا يفلح رجال الأعمال